مرة أخرى تؤكد الولايات المتحدة عزمها على تحجيم نفوذ إيران حتى إن انسحبت أو لم تنسحب من سوريا واشنطن تطالب القادة العراقيين بسحب وتجميد سلاح 67 كيانا تابعا لإيران وفق ما أفادت به مصادر عراقية الميليشيات التي شملتها القائمة الأمريكية هي الجناح العسكري لمنظمة بدر وكتائب حزب الله العراقي ولواء أبو فضل عباس وعصائب أهل الحق غير أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي طلب من الجانب الأمريكي إعطاءه وقتا للرد على تلك المسألة التي ثمت من يرى أن تنفيذها ليس بالأمر الهيين فتعين المهدي ذاته ما كان ليكون لولا رضا بعض رجالات إيران الذين يقودون تلك الميليشيات ومنهم هادي العامري زعيم منظمة بدر المعركة في العراق والسورية ولكن المواجهة الحقيقية مع إيران وهذا ما تفهمه الأخيرة التي أوفدت وزير خارجيتها محمد جواز ظريف لبغداد بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لتلك البلاد التي تطالبها واشنطن أيضا بوقف استيراد الطاقة من إيران كي تسلم من نير العقوبات وعليه تجد بغداد نفسها بين خيارين أحلى همامر شكرا شكرا